إلى منزله سيدخل الرقيب علي الحجحسن للمرة الأولى والأخيرة هنا في بلدة شمستار وضع والد الشهيد الحجر الأخير لمنزل ابنه الذي تزوج قبل فترة قصيرة من أسره ثلاث سنوات مرت وأنجز البيت لكن علي الحجحسن سيدخل شهيدا لا عريسا وعليه أجل والد الشهيد الدفن يوما واحدا فقط ليبيت ابنه ولو ليلة واحدة في منزله الجديد سنوات وساعات طوال انتظرتها عائلة وأهالي بلدة شمستار لعودة ابنهم وصل الموكب وتقدمه والد الشهيد ولأن الأرض لا يطأها سوى الناس العاديين أبا أهالي بلدة شمستار إلا أن يدخل محمولا على الأكتاف والد الشهيد الصابر على الجرح منذ أكثر من ثلاث سنوات دخل يوسف الحجحسن البلدة وأرشد ولده ولآخر مرة إلى طريق البيت حمل نعش الشهيد علي الحجحسن على أكتاف رفاق السلاح ولحقا بوالده خطوات قليلة ويدخل الشهيد المنزل لكن قبل الاستراحة الأخيرة بعض الكلام كان لابد من أن يقل رئيس الجمهورية وعدنا أنه بده يكمل التحقيق للنهاية وعدنا أنه حقنا بدنا ناخده نحن هلأ ما عاد إلنا حق نحكي ولا كلمة إلا ليكتمل التحقيق بحال كان التحقيق شفاف وقالوا لنا فعلا لأنه نحن منعرف مين قتلوا لدنا نحن مش غشة معا عن شيء فهمنا ينكل شيء بدهم مستندات منعطيهم إذا هن ما عندونش مستندات نحن عنا مستندات بحبه أن يكملوا التحقيق سألتنا نحن ما عاد إلنا شيء عند حدا أبدا بس بحال حقنا ما اتخاذش لا حول ولا قوتها اليوم ستحظى عائلة الشهيد بليلتها الوحيدة والأخيرة منذ ثلاث سنوات كثير من الكلام سيقال وكثير من الدموع ستذرف قبل الوضاع الأخير يوم غد السبت آدم شمس الدين قناة الجديد